في الرئيس قيس السعيد ونشد الحقيقة على أيديه ونتمنى من كل القادة العرب وقادة في الدول الشقيقة دعمه ومسندته لإنجاح هذه الخطوة المهمة لصالح الشعب التونسي تونس بتعيش أزمة الحقيقة كبيرة جدا تضخمت أول هذه الأزمة بسيطارة النهضة وبسيطارة جماعة الإخوان على مقاليد الحكم في مشكلتين الحقيقة أساسيتين جماعة الإخوان ليس لديها أي مؤهل يجعلها تحكم لا تملك رؤى اقتصادية ولا تملك رؤى اقتصادية هي دائما أبدا تفعل ما يملع عليها كما رأينا في مصر فكرة التبعية بالضبط لا نور على حضرتك كما رأينا في مصر التبعية لتركيا أيضا التبعية كانت في تونس لتركيا شفنا تخبط قرارات الحقيقة قرارات متخبطة جدا شفنا حكومة معطلة لمدة تزيد عن تسعة أشهر أيضا النظام البرلماني ثبت أنه نظام فاشل في العالم العربي الحقيقة ومعظم دول المنطقة حتى إسرائيل اللي هو البرلماني الصرف آه البرلماني اللي هو بيتحكم في مفاصل بيقال يسعني أنه ما بيعملش الاستقرار المطلوب في أي دولة بيطبق فيها مزبوط احنا بنشوف أزمات كبيرة جدا في العراق بنشوف أزمات كبيرة جدا في لبنان بنشوف أزمات كبيرة جدا حتى في إسرائيل الأنظمة هذا النظام لا يسلح إلا مع الدول الراسخة في الديمقراطية مثل فرنسا أما الدول التي وبريطانيا أعتقد برضو نفس الكلام يعني ده النصف رئاسي في فرنسا البرلماني مباشرة في بريطانيا صحيح لدينا احنا مشكلة كبيرة جدا متعلقة بالطائفية وأنه الجماعة أهم من الدولة زي ما بنشوف في العراق أنه كل طائفة بتدافع عن مصالحها الشخصية بغض النظر عن مصالح الدولة كذلك في لبنان أهم شيء مصالح الطائفة أو الجماعة في تونس كان أهم شيء النهضة وباقية الشعب التونسي يعني لا يهم كيف يعيش النقطتين دول مهمين جدا فشل الجماعة سياسيا واقتصاديا واقتماعيا ليس لديهم تجربة على الإطلاق في إدارة شؤون دولة النقطة الثانية فشل النظام البرلماني في إدارة شؤون البلاد في المنطقة عموما النقطة الثالثة المهمة جدا هي ما قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة جماعة الإخوان قبل تلاتين ستة جملة يتحكمونا يتقتلونا جماعة الإخوان في تونس فعلت نفس الشيء بالضبط إما أن تكون مهيمنة ومسيطرة وتدير كل شيء بما فيها سلطات الرئيس أو أنها تحول تونس إلى بركة دماء حكما على زكارت حيك أنها بتهدد هم دلوقتي بيهدده طبعا بالنسول الشارع واستخدام العنف بالضبط هي جماعة تعيش وتقتات على فكرة العنف هي غير قادرة على التخلص من فكرة العنف نهائيا هذه جماعة أسست وبنيت على العنف والحقيقة أنا استغربت أن تستمر هذه الجماعة في تونس طوال هذا الوقت لأنه شعب التونسي شعب مبدع شعب مثقف شعب يعشق الإبداع والثقافة والفنون كنا بنشوف تونس وهي فيها أجمل وأشك مهرجانات للسينما والغناء في العالم العربي الثقافة هناك كمان مختلفة جدا يا سوز علي يعني أنا شخصيا أنا زورتها قبل كده وشفت الناس هناك إلى أي مدى هما متفتحين وعقلياتهم يعني مش عقليات بسيطة فاستغربت جدا أن هذه الجماعة تكون موجودة في السلطة بهذا الشكل صحيح وتونس كلها تقريبا على المستوى الحقيق قلتوا لأن أنا زورت تونس كلها يعني جميع ولايات تونس أو المحافظات هناك أنا زورتها كلها الشعب التونسي كله شعب محب للحياة محب للفنون تلاقي مهرجانات في أماكن متعددة ومتنوعة وثقافتهم ثقافة راقية جدا ضد هذه التبعية وضد هذه الرجعية وضد هذا التخلف تركبتهم الثقافية كده وصول استغلال هذه الجماعة لحالة الانفتاح السياسي اللي حصلت في تونس بعد الثورة استغلال فج الإخوان جماعة لا تليق بها لا ديمقراطية ولا غير ديمقراطية هي جماعة تريد التمكين وتريد الهيمنة وتريد السيدرة وبعد أن تحصل على كل ذلك تعطي لأتبعها والآخرين كانهم غير موجودين ولذلك هذه الخطوة خطوة عظيمة لصالح الشعب التونسي ولصالح المنطقة لابد لكي تتقدم هذه المنطقة ولكي حتى يحدث أو لكي تحدث ديمقراطية حقيقية لابد من الخلاص من هذه الجماعة لأنها جماعة راديكالية ورجعية وضد الحرية في الأساس ضد فكرة الحرية بالمطلع منشأة